اتفاكرين حضراتكم لما جاء الاتحاد الكرة عندنا في مصر ايه يا جماعة احنا جايبين كلاتنبرج وخلاص اتفقنا مع الراجل والرجل ده جاي يطور التحكيم في مصر حيبقى مسؤول عن تطوير منظومة التحكيم في مصر حصل انا ما حصلش حصل قلنا لهم يا جماعة بروفو عليكم دي حاجة كويسة جدا ايه الجمال ده ايه الحلوة ديه زي فول ماشي فين كلاتنبرج ما جايش جاي امتى كلاتنبرج قرب كلاتنبرج قرب يصل طب امتى يا جماعة اهوس الاخير بقى موجود قبل ما يبقى موجود كان الكلام كله على ايه وقبل بيان الاهلي الاخير كان الكلام كله راح في انهي اتجاه في اتجاه ان كلاتنبرج حييجي عشان يبقى مسؤول على التطوير ويشرف على لجنة الحكام ولجنة الحكام حيترقصها واحد مين هو بقى يا كابتن عصان عبدالفتاح لأمام المتماسكين بيه جدا جدا داخل الاتحاد الكرة ويقول لك هو انسى واحد لمرحلة والراجل في الشغل مش طبيعي والله انا بجيب لكم كلام دلوقتي من داخل الاتحاد والله العظيم مش بقالف يعني هم الناس شايفين في الاتحاد ان الراجل ده بيعمل شغله مموت نفسه في الشغل مموت نفسه في الشغل وهو انسى واحد لمرحلة دي تمام فهم كانوا متوسكين بالكابتن عصان عبدالفتاح والكابتن عصان عبدالفتاح كان شايف ان هو مش عايز يبقى موجود مع كلاتنبرج وقال لك ما ينفعش لوه اشتغل تحت ملازم فاكرين في احدى التصرحات التلفزيونية فقلنا ايه اكيد هيجيبوا حد تاني فعلا كان من المرشح ان يكون موجود او اتنين مرشحين الكابتن ياسر عبدالرقوف والكابتن سامير محمود عصمان وفعلا تم التواصل مع الكابتن سامير محمود عصمان اللي قال لهم بوضوح قال لهم جماعة عديش مشكلة ااجي بس حددوا اختصاصات كل واحد يا كلاتنبرج ده هيعمل ايه وانا هعمل ايه انا هيبقى منصبه ايه هو منصبه ايه يعني قلولنا الدنيا هتمشي ازاي وبصراحة يعني سؤال وطلب مميز جدا من كابتن سامير محمود عصمان لما تكلموه يعني حلو حلو إيس فجأة وبعد بيان الاهلي عشان يقولوا لأهلي يعني بقى احنا كده كده كنا هنغير يعني فهم اللي هو بقى ياخدوا الناس في اتجاه ده لا انتو ايه يا جماعة انتو فهمين غلط كانت تحكرة يعني ما بيقولوك ايه انتو فهمين غلط احنا جابين كلاتنبرج ده اصلا عشان يبقى ريس لجنة حكاة مين اقلوكم ان الكابتن عصام مستمر اكين التحاد تاني اللي كان بيتكلم وناس تاني اللي كان بتتكلم وكل حاجة طب حلو يا جماعة ده زاي فول طب ايه حاجة كويسة يتغير الكابتن عصام عبدالفتاح ويجي الرجل كلاتنبرج يعمل شغل كويس بقى زي ما عامل في اليونان ومتاعه حاجة محترمة حاجة كويسة يعني على المستوى المهني فبالتالي دخلنا على ايه فجأة كلاتنبرج جاي وحيجتمع مع رئيس لجنة الحكام الكابتن عصام عبدالفتاح يا جماعة وانتو انتو بتستخبونا يعني انتو فاكرين ان الناس اللي بتتفرج او الناس اللي بتقرأ الاخبار وبتسمع وبتشوف الحاجات اللي بتتنزل على الصفحة الرسمية بتاعة اتحاد الكورة وكلام من ده ناس يعني ما عندهاش وعي او ناس مش فاهم حاجة او ناس بتنسى يعني شاهم انتو بتعمل بتعالوا اعرض لكم التباين ويعني كل حاجة وعكسها من خلال اتحاد الكور اول حاجة قالك فيه جلسة بعد ما كلاتنبرج ووصل في ساعة مبكرة من صباح اليوم يعني ساعة 12 بالليل او واحدة واحدة الصبح فادي هو خبره قالك ايه جلسة بين كلاتنبرج وعصامة عبد الفتاح لوضع خط التطوير للتحكيم اول حاجة هو احنا الكابتن عصامة الفتاح ولا حيسام في تطوير التحكيم دي تبقى مشكلة يا جماعة كبيرة مع كامل احترامي لشخص الكابتن عصامة عبد الفتاح وتقديري لشخصه بس على المستوى الاداري لا اوه يعني فيه مشكلة واضح جدا بسبب اداء التحكيم مع كل الاندية كمان بالمناسبة الاكتر تأثرا هو الاهلي طبعا بس هنا السؤال يعني طب اه ازاي طب ما وكلاتنبرج هو اللي جاي يطور طب ايه علاقة الكابتن عصامة الفتاح اللي كان من المفترض انه حيمشي وبعد كده هو اللي حيبقى موجود مع كلاتنبرج وكابتن عصامة الفتاح نفسه هو اللي قالك كان مش عارف عبقى موجود مع كلاتنبرج مش عارف نش عارف نفهمها ازاي فقالك ايه يصل الخبير التحكيم الانجليزي مارك كلاتنبرج مساء اليوم للقاهرة وهو الموعد المحدد سابقا لوصوله بعد ارسال اتحاد الكرة تذكر الطيران له يوم 2 اغسطس الماضي بعد اتنمو التعاقد مع تطوير منظومة التحكيم في مصر لتطوير منظومة التحكيم في مصر ويعقد كلاتنبرج جلسة همة مع صامة عبد الفتاح اللوه مين رئيس لجنة الحكام مكتوبة في الخبر المصرية في الفترة المقبلة يعني هنا بيقولك ان احنا لسه كابتن عصان فتاح موجود رغم ان هم اول انبارح قالك لا كده كده الراجل ده جاي كرئيس لجنة حكام تعال خشيلي على اللي بعد اتحاد الكرة منزل التويتر بتاعت مين بتاعت كلاتنبرج وقالك مارك كلاتنبرج عبر حسابه على تويتر قال ايه انا متحمس جدا لتولي مهمتي برئاسة برئاسة لجنة التحكيم في الاتحاد المصري لقرة القدم انا قادم يا ام الدوني انا متفقل بالراجل ده ان شاء الله يعمل حاجة بس هنا التعليق هو كلاتنبرج انتم فاهمينه ايه يا جماعة انتو قالين له هو حيجي رئيس لجنة حكام ولا حيجي مشرف على اللجنة ولا حيجي يطور او يبقى منوت بتطوير المنظومة التحكمية في مصر هو انتم دحكين عليه ولا دحكين علينا حيبقى ما شاء الله كده ربنا يزيد ويبارك عندنا اتنين اتنين رؤساء لجنة حكام في اتحاد الكرة انتم عارفين المركب فيه مثلا يقولك المركب اللي برئيسين تغرق او المركب الميت رئيس تغرق حي كده احنا كده كده المركب غرقانة احنا عايزين اللي ينقذها من الغرق احنا الدنيا عندنا واقع يا جماعة تحكمية والله العظيم فارسوا على حاجة كده كده حد كورا استقروا انتم قلقانين من ايه يا عم طب اقول لك العيق تعال نقرى تصرحات الكابتن عصام فتاح بقى يمكن هو الكابتن عصام فتاح من نفسه بقى اللي يمشي يعني تمام قال لك الكابتن عصام فتاح في تصرحات سابقة وما اكثرها ما اكثرها لو جبنا عشر خبراء لن يطوروا التحكم في مصر ليه يا كابتن عصام مش عارف والخبير الأجنبي لن يفيد الكرة المصرية طب وحضرتك قفت الكرة المصرية باي احنا محتاجين واحد فاهم الأمور داخل البلد ويعرف يتعامل ازاي عن الحكام هنا بقى سؤال هي ايه الأمور اللي جاي داخل البلد ايه الأمور داخل البلد يا جمع بلدنا احسن بلد في الدنيا وكل الأجواء والمناخ داخل جمهورية مصر العربية مهيئ بشكل منتاز انك تأدي عملك على اكمل وجه وبكفاءة عالية ايه هي الأمور اللي داخل البلد اللي لازم واحد يكون فاهمها انا عايز افهم الأمور الحمد لله عندنا زي فل زي الفل لو انت راجل كفء هتنجح مش كفء مش هتنجح لان كل الأجواء مهيئة بصراحة قال لك اختيار خاطئ اللي هو قصده على كلاتنبرج اول ما تم الاعلان عنه يعني ده حكم ما رحش كاس عال ومش محاضر في الفيفا والسي في بتاعه ما فيهوش حاجة وكمان صخر من لجنة الرئيس لجنة حكم صخر من كلاتنبرج وقال لها كلاتنبرج هيجي يحكم ويبقى مسؤول يجي يحكم ويبقى مسؤول زي ما كان في السعودية دي التصريحات القديمة اللي كان قالها بالمناسبة انا بفكر الكابتر عصام فاتح باللي قاله اللي هو هيجتمع النهاردة مع كلاتنبرج انا بفكره اللي هو كده ايه الملازم ها هو حيشغل معه الملازم حيشغل معه يا كابتر عصام مرد فتاح على سؤال حول عمله مع كلاتنبرج هل ينفع لواء يجي يشتغل تحت ملازم اهو حيحصل لكالتن عصام ماخدش دورة حتى في الفيفا لازم كلاتنبرج يتحمل مسؤولية كاملية خلاص ادي بقى راجل كلاتنبرج المسؤولية كامل يا كالتن عصام وكمل تقديرنا واحترامنا لي كل شخصك طبعا الكريم وكل الكلام من دي طبعا لقطات من وصول كلاتنبرج النهاردة السبح بدري اوي ساعة واحدة او اثنين صباحا وعشان يباشر عمله بس المهم يبقى عارف عمله ايه هل هو حبق مع رئيس لجنة حكامة لو هو رئيس لجنة حكامة مش على تطوير التحكيم المنظومة نفسها ولا يبقى ايه بالزبط فتخبط اداري غير مسبوك تخبط اداري غير مسبوك في اتحاد الكور وما حصلش على مدار التاريخ بالصورة اللي احنا بنشوفها دي اتحاد ضعيف محتاج انه هو يقوي نفسه شوية ويبقى عنده ثقة في نفسه ويبقى قراراته جيدة ويرعي مصالح الان دي خلينا نروح للفاصل بعد الفاصل نكمل اشتركوا في القناة